جيش خالد بن الوليد على خطا تنظيم الدولة المبايع له عاد إلى مشهد الأحداث في درعام جديد بسيارة ملغمة استهدفت مقراً لقوات النظام بالقرب من بلدة مزيريب بعد انتشارها في المنطقة على إثر الاتفاق الأخير بين الجانب الروسي وقوات المعارضة تبع ذلك تصعيد عسكري لم تشهده منطقة سيطرة جيش خالد من قبل إذ ألقى طيران النظام البرامل المتفجرة وشنت الطائرات الروسية على بلدة سحم والقرى المحيطة بها عشرات الغارات بالتزامن مع أنباء تحدثت عن تجهيز رتل عسكري كبير في خطوة استباقية يسعى النظام وحليفه الروسي خلالها لإتمام السيطرة على منطقة جيش خالد بالقوة وضمها إلى المناطق التي تمت السيطرة عليها بالتفاوض مع قوات المعارضة جيش خالد وفي إطار استعداده لمعركة محتملة مع قوات النظام شن هجوما خاطفا على بلدة حيط الواقعة في مناطق المعارضة وتمكن من بسط سيطرته على أجزاء منها مؤمنا بذلك جبهة متقدمة لمناطقه ومعلنا عن جاهزيته لخوض المعركة وفي ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها درعة وفي إطار تمكن قوات النظام من بسط سيطرتها على معظم مناطق المعارضة يبقى الحديث عن مستقبل المعارك مع جيش خالد المبايع لتنظيم الدولة والذي يختلف عن باقي مناطق التنظيم في انتماء معظم عناصره إلى المنطقة ما يرجح من احتمالية اندلاع معارك عنيفة بعيدا عن استراتيجية التفاوض التي سرت في درعة وسيطر خلالها النظام على معظم مناطق المعارضة